السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر ووزون خدمة الاكس بوكس جيم باس بعدد الخمسمائة لعبة اللي موجود فيها فعليا تعتبر من افضل الخدمات اللي ممكن الواحد يشترك فيها هاي الخدمة بكل الالعاب اللي موجودة فيها بتغطي كل الاصناف والانماط للالعاب اللي ممكن الواحد يفكر انه يحبها او يلعبها بتحب العاب الرعب موجود بتحب العاب الاكشن برضو موجود بتحب العاب المغامرات راح تلاقي اللي بدك اياه واحدث ولا حرج من خلال هذا الفيديو انا راح اشارككم بما هو رأيي في انه افضل خمسة وعشرين لعبة موجودة على هاي الخدمة طبعا ترتيب الالعاب في هاي القائمة ما له اي معنى يعني انا ما عم برتبهم بناءا على الجودة الافضل فالافضل فالافضل لا فعليا هو ترتيب عشوائي انا بس اخترته هيك بطريقة عشوائية بدون ادنى معنى فاختصارا لمدة الفيديو خلينا نبدأ بسم الله اللعبة الاولى على قائمة اليوم بلاك تيل انسنز اللعبة تضعنا في حذاء صبي اسمها اميسيا واخوها اللي صغير هيوغو اللي مننتقل فيها في فرنسا في فترة العصور الوسطى لعبة مبنية على مغامرات واكشن وفيها جزء كبير مبني على التسلل فاللي بحبها دول اللماطب المختلف من الالعاب راح يلاقي فيها ما يرضيه وبرضو صراحة تحتوي على قصة اكثر من مؤثرة انا بنصحكم انكم تلعبوها بكل ثقة خصوصا انه في جزء تاني لالها راح ينزل في شهر عشرة وبرضو راح ينزل مباشرة على خدمة الجيم باز فمو غلط انكم تلعبوهاي اللعبة تفهموا قصتها استعدادا للجزء التاني لهاي اللعبة اللعبة التاني على قائمة اليوم ايليان ايسوليشن في هاي اللعبة منشوف بنتها لالين ريبلي البطلة طبعا سلسلة افلام ايليان منشوف هاي اسمها اماندا عم بتلحق دليل ورائمها اللي مختفي طبعا بعد سلسلة الافلام اللي بتنقلها الى محطة اسمها سيفاستبول اللي لسوء الحظ او لحسن الحظ راح تشوف انه في هاي المحطة راح يكون صديقنا زينامورف مستولي ومستعمر عليها لعبة مبنية بشكل كامل وواضح وصريح على عنصر التسلل والسورفايفور بشكل واضح وصريح هاي اللعبة بس مبدئيا بنصحكم انكم تلعبوها بس العبوها على مستوى الصعوب الاعلى تبعها لانه هاي اللعبة الذكاء الاصطناعي للمخلوق الفضائي جدا دايناميك بما معناه راح تشوفوه ممكن بكل فترة وبكل مرة انتم بتلعبوا اللعبة راح يشوفوه متغير راح يجيكم من اماكن ومناطق مختلفة ما راح تشوفوه بتصرف نفس التصرفات اللي اغلب العاب الرعب مبنية عليها هاي اللعبة هذا الوحش راح تشوفوه بالحقك بمناطق مختلفة راح ينتبه لأدقوة يسمع لأصغر الأصوات اللي ممكن تصدر من شخصيتك اللعبة الثالثة على قائمة اليوم Assassin's Creed Origins هاي اللعبة فعليا من الإضافات الجديدة نزلت على خدمة الجيم باز هاي اللعبة برضو شفنا فيها تغير نمط ومنهجية في لعبتنا اللي طبعا ممتدة على سلسلة طويلة من الألعاب كانت Assassin's Creed Origins فعليا نقلة ثورية لعالم ألعاب Assassin's Creed اللي شفنا فيها إنها تغيرت نوعا ما باتجاه عنصر الـ RPG يعني راح نشوف فيها ممكن تغير أسلحتك وعتادك وبرضو تصميم نحكي درع شخصيتك كانت تعتبر فعليا بداية الانتقال اللي شفنا في ألعاب Assassin's Creed انها صارت يمكن تتصنف على إنها RPG بشكل أو بآخر هاي اللعبة بتضعنا في حذاء شخصية اسمه بايك اللي هو البطل هاي اللعبة في فترة زمن مصر والفراعنة اللي صراحة تعتبر من أجمل المناظر والمناطق اللي ممكن تلعبوا فيها اللي فعلا يعني إذا انت ما معك مصارد ترى تسافر على مصر تعمل سياحة هاي اللعبة بتخليك فعلا تنيش أجواء كأنك في مصر ما بين الأهرامات اللعبة الرابعة على قائمة اليوم Doom 2016 وهو الريميكين للعبة الأصلية والأم واللي تعتبر يمكن واحدة من الآباء الروحيين لألعاب First Person Doom 2016 كان إعادة تصنيع وعمل كامل لهاي اللعبة اللي نقلتها إلى جنريشن الجديد من الأجهزة اللي شفنا فيها قتال جدا سريع وعنف بشكل جدا مبالغ وصراحة أنا كان اختياري للجزء الأول فعليا لأنه Doom Eternal الجزء الثاني كان إضافة الجرابلين شوت بالنسبة لي يعني كان مبالغ فيه لأنه رفع مستوى التنقل السريع من أفقي إلى أفقي وعمودي وصراحة هذا بالنسبة لي كان نقطة سلبية على الرغم أنه كان في بعض الناس فضلوا بس أنا شخصيا ما كتير كنت متحمس لفكرة الجرابلين شوت Doom 2016 صراحة من أفضل الألعاب First Person اللي انت ممكن تلعبها قصيرة خفيفة لطيفة بالإضافة أنه يمكن قصتها مهمشة بس العنف اللي فيها والقتال الأكثر من رائع هخليك تهمش القصة أصلا من أساسه وتركز على تفجير وتدمير هدول الوحوش والشياطين لعبة الخامسة على قائمة اليوم Gears 5 اللي هي طبعا الجزء الخامس من سلسلة ألعاب Gears of War في هذا الجزء منشوف انتقال في البطولة لدور شخصية كيت اللي راح تكون بطلتنا في هاي اللعبة اللي برضو بتنقلنا بشكل لأول مرة في ألعاب Gears إلى عوالم شبه مفتوحة تسمح لنا في تنقل شبه حر ممكن بشكل أو بآخر في مركبة اسمها The Skip على مستوى Single Player صراحة ممكن هاي تعتبر من أفضل التجارب Single Player في سلسلة ألعاب Gears of War برضو هاي اللعبة كان فيها إضافة لموات جديدة للملتيبلاير اللي هو اسمه The Escape اللي بسمح لك أنت وثنين من أصدقائك إنكم تلعبوا في تجارب إنكم تهربوا من نحكي الهايفز تابعون السورم بكم تفجروهم تجربة برضو فريدة من نوحة صراحة بالإضافة إلى موات الملتيبلاير اللي معروف عنه جداً تنافسي في سلسلة ألعاب Gears of War اللعبة السادسة على قائمة اليوم Halo Infinite اللي منشوف فيها عودة لبطلنا Master Chief بعد غياب ست سنين من آخر إصدار بعد لعبة Halo 5 Guardians مبدئياً هاي اللعبة منشوف فيها صديقنا Master Chief في Halo جديد اسمها Zeta Halo برضو اللي فيها تغيير لنمط ألعابنا اللي تعودنا عليها في ألعاب Halo اللي انتقلنا برضو شبيهاً بGears 5 سابقاً إلى عالم مفتوح منشوف فيها تنقل جميل جداً باستعمال مركبات الـ UNSC المختلفة في هذا العالم اللي برضو قصته صراحة تعتبر من أفضل القصص برضو هاي اللعبة فيها موات الملتيبلاير اللي يعني بشكله بآخر زي ما احنا متعودنا على ألعاب هالو رح يكون تجربة أكثر من رائعة اللعب السابع على اليوم Helplet Senior Sacrifice هاي صراحة من الألعاب اللي لازم الكل يلعبها ويتجربها لأنها تجربة فريدة من نوعها تضعنا فيه شخصية اسمها سينيوة نعايشين من خلال مشاكلها العقلية اللي عم بتعاني فيها في لعبة third person قتال يعتبر فعلاً من أفضل الألعاب القتال اللي ممكن تلعبوها صراحة أنا بحكي لكم سيبوا كل إشي بإيدكم جربوا هاي اللعبة وإذا واجهتوا فيها أي صعوبة أنا برضو عامل إلها دليل على قناتي بتقدروا ترجعوا لها عشان توصلوا لتختيم يعني سهل إن شاء الله لهاي اللعبة هاي اللعبة إلها جزء تاني من المتوقع أنه ينزل إن شاء الله خلال سنة عشرين وثلاثة وعشرين اللعبة التامة لليوم Marvel's Guardians of the Galaxy هاي اللعبة من الألعاب third person actions adventure من أفضل ألعاب اللي ممكن الواحد يلعبها اللي منلعب فيها بشخصيات Guardians of the Galaxy أو شخصيات أبطال ضمن عالم المارفل اللي منشوف فيها صراحة قصة من أفضل القصص اللي ممكن الواحد يلعبها بالإضافة إلى طريقة لعب كتير جميلة خصوصا في الكمبوز اللي ممكن أنت تستعملها ما بين الشخصية الرئيسية بيتر كويز والشخصيات المساندة لإلو رح تشوف قتال جميل زي ما حقيت بإضافة إلى قصة رائعة وعوالم ومناظر كتير جميلة رح تستمتع إن شاء الله خلال فترة لعبك لهاي اللعبة اللعبة التاسعة على قائمة اليوم هي فعليا 3&1 Mass Effect Legendary Edition طبعا اللي شوفنا فيها Remastering للإصدارات الثلاثة من Mass Effect Mass Effect 1 و 2 و 3 صراحة هاي اللعبة لأي محب ألعاب RPG أنا بنصح لكل إنه يلعبها سواء كان الجزء الأول أو الثاني أو الثالث على الرغم من اختلاف بعض الأراء اللي بحكي لك إنه نهاية الجزء الثالث كانت نهاية عيسة بس هدول من الألعاب اللي حرام إنك أنت تتفوتهم خصوصا زي ما حكيت إذا أنت بتحب ألعاب RPG راح نشوف فيها شخصيتنا في مهمة من المهمات المستحيلة بده يوقف هدولة الريباز اللي جايين في مهمة إنهم يدمروا حياة في الكون كله يعني صراحة اللعبة بنصحكم بكل ثقنكم تجربوها خصوصا في هاي الريماسترينج إديشن لأنها فعلا راح تحسن الأداء يعني بشكل جدا ملحوظ اللعبة العاشرة على قائمة اليوم هاي اللعبة هي الجزء الثاني فعليا للعبة هاي اللعبة مشوف بها برضو عودة لشخصية بطلنا أوري في مهمة إنه بده يسترجع والدته المخطوفة بشكل أو بآخر من مخلوق شرير اسمه كورو هاي اللعبة تصنف علينا ألعاب سايد سكرولا مغامرات جدا جميلة جدا رائعة صراحة من الألعاب اللي فعلا راح تستمتع بخلال تجربتك وتنقل لك الأكثر من رائع في هاي اللعبة اللي صراحة بتحتوى على أفضل المناظر اللي ممكن إن كنتوا تلعبوا فيها وتستمتعوا برسومها اللعبة احتعاش على قائمة اليوم هاي اللعبة صراحة من ألعاب فيست بيرسن شوتر فيها عنصر RPG بالإضافة إلى جزء مبني على تسلل بشكل أو بآخر في عالم مفتوح راح نشوف حالنا في شخصية مورغان في محطة فضائية مستعمرة ومسيطرة عليها من مخلوقات فضائية يسمهم التايفون راح نشوف حالنا قادرين على أنه نكون إصحاب قرار في مصير القصة راح نشوف حالنا ممكن ندمر ممكن نقتل ممكن نتسلل خلال فترة لعبتنا راح نشوف عالم جدا جميل وقصة أكثر من رائعة وفعليا تجربة فريدة من نوعها في عالم الخضرات اللي موجودة فيها اللي أنت ممكن تختارها أنك أنت تكون إنسان بحث ممكن تكون عندك خضرات مبنية على خضرات هدول المخلوقات أنت اللي بدك إياه أنت اللي بتعمله بهاي اللعبة اللعبة 12 على قائمة اليوم سايكوناتس الجزء الثاني طبعا هاي اللعبة منشوف فيها عودة لشخصيتنا راز بعد غياب 16 سنة بس بشكل مباشر تكملة للعبة الجزء الأول الأحداث قصتنا بتكون فعليا مباشرة لنهاية الأحداث اللي كانت موجودة في الجزء السابق على الرغم من فترة الغياب 16 سنة ما بين هدول اللعبتين لعبة سايكوناتس 2 هي لعبة بلاتفورمينج أدفنشر جيم من ألعاب المغامرات والقصة الأكثر من جميلة اللي راح تستمتعوا فيها بشكل كوميدي راح تشوف فيها شخصية راز بتنقل ما بين الأدمغة فيها عوالم راح تكون جدا فريدة من ناحية التصميم والرسوم وبرضو القصتها إن شاء الله راح تكون من أمتع القصص اللي انت راح تستمتع فيها لعبة 13 لقائمة اليوم سنايبر إليت 5 وهو الجزء الخامس من سلسلة ألعاب سنايبر إليت اللي منشوف فيها عودة لشخصية بطنة كالفيربن بس هالمرة على أراضي فرنسا فيه مهمة عشان يوقف مشروع سري للألمان على الرغم من بعض التحفظات يعني في العالم المفتوح المفتوح أو العوالم الشبه مفتوحة في هاي اللعبة وطريقة إنه اللعبة كيفة بتجبرك على إنك أنت تمشي فيه مسارات أردي محددة من قبل اللعبة اللي فعليا بشكل وبآخر بتلغي فكرة العالم المفتوح بس هاي اللعبة من أفضل التجارب اللي أنت ممكن تلعبوها خصوصا إذا أنت بتحب ألعاب التسلل وألعاب برضو تدمير وتفجير الأعضاء البشرية لعبة 14 لقائمة اليوم ستار بوز جيدي فولن أوردر لعبة أكشن أدفنشر لمحبين الألعاب هذور رح تستمتع جدا كتير في هاي اللعبة اللي بتضعنا فيه حذاء شخصية اسمه كال فيه هروبه من الإمبراطورية في لور ستار بوز هاي صراحة من الألعاب اللي لازم الكل تجربها على الرغم فعليا من بعض الانتقادات اللي كانت موجهة لطريقة تصميم الخريطة اللي موجودة باللعبة بس فعليا اللعبة طريقة القتال فيها جدا ممتع العوالم فيها جدا رائعة بالإضافة أن القصة فيها جدا جميلة مبدأيا بنصح الكل أنه يلعب هاي اللعبة خصوصا استعدادا للجزء الثاني اللي رح ينزل لهاي اللعبة اللي سابقا شركة EA أكدت وجود هذا الجزء الثاني اللي رح يكون اسمه ستار بوز جيدي سورفايفر اللي رح نشوف فيه تكملة لقصة بطن كال اللعبة 15 لقائمة اليوم سنسيت أوفر درايف لعبة أكشن أدفنشر شوتر اللي بشكل أو بآخر ممكن بدناعتبرها أنه هي المؤسسة أو الأب الروحي للعبة سبايدر مان اللعبة الحصرية للجهاز البلاي ستيشن طبعا نحن نعرف أنه دورة تنتئم من نفس الشركة إنسومنياك اللي للأسف شرطها شركة سوني وصارت من ضمن الشركات الحصرية لإلها هاي اللعبة فعليا كانت تحتوي على طرق تنقل أكثر من رائعة في العالم المفتوح تبعها اللي كان فريد من نوعه بنسبة للعبة لما نزلت في عام 2014 بس للأسف هاي اللعبة ما نجحت بالشكل اللي مفروض إنها تنجحه فساها اللعبة بكل ثقة بحكي لكم إياها من أفضل الألعاب اللي أنتم ممكن تجربوها لعبة على الرغم إنه عالم مفتوح بس عالم مفتوح راح تتنقل فيه بشكل جدا ممتع بطرق تنقل زي ما حكيت فريدة من نوعها ومميزة بالإضافة إلى قصة كوميدية وشخصيات أكثر من رائعة اللعبة 16 لقائمة اليوم The Outer Wars لعبة تصنف عليها Action RPG لازم كل محبين الـ RPG يلعبوها هاي من الألعاب اللي تعطينا تجربة فريدة من نوعها ضمن عالم شخصيات لعب الأدوار عوالمها جدا جميلة شخصياتها فريدة وكوميدية بشكل أكثر من رائع بنصح لكل إنه يلعبها خصوصا إنه في جزء تاني برضو راح ينزل لهاي اللعبة بس للأسف ما في موعد محدد عن متى نزوله احتمال لسه بعيد كتير ينزل بس هذا لا يعني إنه ما تلعبوا اللعبة الآن يلعبوها الآن وعيدوها مرة تانية وتالتة ورابعة اللعبة بتعدد الخيارات اللي موجودة فيها بتقدر تعيدوها بشكل يمكن لنهائي اللعبة 17 لقائمة اليوم Titanfall الجزء الثاني من أفضل ألعاب بالفيرس بيرس شوتر إذا أنت بتحب هذا النمط من ألعاب هاي اللعبة فعليا من أفضل التجارب اللي أنت رح تحصل عليها في السرعة والحركة وإطلاق النار الأكثر من رائع هذولا من نفس المطورين اللي سووا أو بلشوا فعليا سلسلة ألعاب Call of Duty Respawn اللي أعطونا هاي اللعبة في هذا الجزء الثاني اللي برضو قصته تعتبر من أفضل القصص اللي ممكن الواحد يلعبها في نمط السنجل بلاير بالإضافة إلى نمط الملتيبلاير الأكثر من تنافسي والأكثر من رائع اللعبة 18 لقائمة اليوم تونك من ألعاب الأدبنشر اللي بدأ أحكي لكم إياها بشكل واضح وصريح يمكن صعوبتها توازي صعوبة ألعاب Dark Souls هاي اللعبة صممها شخص واحد جلس فيها سبع سنين وهو يصمم هاي اللعبة لحاله مبدئيا زي ما حكيت هاي اللعبة صعوبتها لما تلعبوها بشكل الرسمي رح تكون فعلا توازي ألعاب Dark Souls بس لحسن الحظ هذا المصمم شكله خاف إنه الناس تنفر من هاي اللعبة فأضاف Option Accessibility اللي بيخليك إنك أنت تلعبها بوضعية God Mode اللي أتوقع هذا أنسب إشي هو شافه عشان إنه قاعدة اللعبين تبعته ما تكون جدا صغيرة بس اللعبة بصعوبتها أو بسهولتها مع Accessibility Options بنصح الكل إنه يلعبها من أفضل الألعاب على الرغم يمكن قصتها شوي رح تكون مبهمة بسبب إنها ما فيها لغة واضحة وصريحة أنت لازم فعليا أنت تستكشف القصة ما في إشي رح يكون مواضح لإلك اللعبة فعلا رح تخليك إنك أنت تستكشف الفوق والتحد برضو يعني إذا واجهته صعوبة في أن أعمل دليل لهاي اللعبة برضو موجود على خناتي بتقدروا ترجعوا له اللعبة 19 لقائمة اليوم يكوزا لايك دراجون إذا أنت شخص عمرك ما جربت ألعاب يكوزا صراحة هاي اللعبة ممكن تكون نقطة بداية ومناسبة إليك إنك تلعبها شوف حالك إذا بتحب ألعاب يكوزا ممكن تلعب الألعاب الثانية تابعونها مبدأين هاي اللعبة هي نحكي تغيير نمط في طريقة اللعب بألعاب يكوزا مبنية على شكل أو بآخر تين بيست رح نشوف فيها إنه فعلا تلعب شخصيات ربي جي في وضعية التين بيست يعني بشكل أو بآخر صراحة هاي قصتها جدا كوميدية مليانة بسايد اكتيفتيز اللي رح تشوف حالك يمكن مش قادر أنك أنت تروح تسوي المهم الرئيسية بسبب كثرهم بس رح تكون فعلا تجربة فريدة من نوعها وأنا بنصح الكل بكل ثقة إنه يجربوا هاي اللعبة إذا أنت حبيتها بتقدر أنك أنت تلعب كل إصدارات فعليا يكوزا اللي موجودين الآن برضو من خلال خدمة الإكس بوكس جيم باس لعبة عشرين على قائمة اليوم The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition هاي اللعبة لمحبين لعب الار بي جي رح تخليهم ضيعوا مئات الساعات في هذا العالم الأكثر من رائع رح نضعنا في حذاء شخصية دراجون بون في عالم خيالي مليان فيه تنانين ووحوش وأساطير عالم شبه لا نهائي صدقوني لحد هلأ والوقت الحالي ما زال فيه لعبين عم بيكتشفوا بهاي اللعبة اللي صالها فترة زمنية جدا طويلة ونزلت تقريبا على كل الأجهزة بيكتشفوا فيها شغلات جديدة وشغلات مميزة وفريدة من نوعها اللعبة واحد وعشرين على قائمة اليوم في زاج لعبة Psychological Horror Survivor Game من الألعاب الأكثر من رائعة لكل محبين ألعاب الرعب رح تحصل على تجربة فريدة من نوعها رح نشوف فيها محافظة وتوفير واقتصاد في استعمالنا لمواردنا اللي هم عبارة عن الضوء والأدوية اللي صراحة بكل ثقة فعلا رح تخليكم جالسين على مقاعدكم وحففها حتى عمل دليل لهاي اللعبة على قناتي بتقدروا ترجعوله في حال لو واجهتوا صعوبة في هاي اللعبة لعبة 22 على قائمة اليوم فوزة هورايزن الجزء الخامس اللي من غير مبالغة بكلمتين بسيطات من أفضل ألعاب السيارات اللي ممكن أنت تلعبها برسوم أكثر من رائعة فعلا رح تخليك تشوف القوة الحقيقية لجهاز الإكس بوك سيرس إكس أو اس رح تشوف فيها عدد جدا كبير بين السيارات اللي أنت رح تستمتع فيه قيادتها خلال هذه المعالم السياحية الأكثر من جميلة برضو هاي اللعبة حصلت حديثا على توسعة DLC جديدة أضافت فيها الهوتويلز إذا أنت مهتم تقدر تشتريها برضو بترح تضيف لسه عنصر متعة أكتر لهاي اللعبة اللي أصلا هي تعتبر ممتعة من غير هاي الواسطة لعبة 23 على قائمة اليوم وي هابي فيو لعبة أكشن أدفنشر سورفايفر هورور فيها عنصر من عناصر التسلل هاي اللعبة صراحة فيها كوليكشن من كل الأنماط اللي أنت ممكن أي لاعب أنه يشوف إشي يستمتع فيها اللعبة منشوف فيها عالم موازل عالمنا انتصرت في ألمانيا في الحرب العالمية التانية تنقلنا في ثلاثة من الشخصيات في هذا العالم اللي الناس فيه عشان يستحملوا الصدمة والآثار العكسية اللي سوتها طبعا انتصار ألمانيا وطبعا جزء من القصة فعليا بديش أحرق لكم إياه بهذا الفيديو بس مبدئيا لازم تلعبوا هاي اللعبة عشان تفهموا شو هي القصة وشو الأحداث اللي أدت لهدول الناس اللي صيروا يتعاطوا هذا الدواء اللي بيخليهم ينسوا مبدئيا هاي اللعبة من أفضل ألعاب اللي ممكن تلعبوها للرغم منها فعلا وقت نزولها كانت مليانة بمشاكل بس الآن مع يعني فعليا اللي نزلت اللعبة صارت مستقرة بشكل أفضل بتقدروا تستمتعوا فيها وتشوفوا قصة فريدة ومميزة وشخصيات برضو أكثر من رائعة لعبة 24 على قائمة اليوم باتمان آركم نايت هاي اللعبة للأسف اتعرضت للنقادات كتير بسبب استعمال هالمبالغ فيه لالبات موبيل اللي للأسف حاول المطورين إنهم يضيفوا عنصر جديد للعبة باتمان بس يمكن إجت بآثار عكسية على يوم بس على الرغم من هيك أنا بحكي لكم يا صراحة هاي لعبة لازم تجربوها خصوصة لديد أنت من محبين باتمان إلعابها استمتع فيها ما ترد على الريبيوز اللي طالع على انترنت ممكن تنتقد هاي اللعبة بحكي لكم هاي اللعبة حرام إنكم تضيعوها لحالكم اللي فعليا رح نشوف فيها باتمان بواجه ألد أعداءه في هاي اللعبة رح نشوف فيها تسلل رح نشوف فيها قتال أكثر من رائع بكل ثقة بحكي لكم إلعبوا هاي اللعبة واستمتعوا فيها اللعبة 25 أخيرا وليس آخرا ديس أنرد الجزء الثاني من أفضل ألعاب التسلل والمغامرات اللي انت ممكن تلعبها من نفس المصممين والمطورين اللي سووا لعبة بري اللي أنا برضو حطيتها في هاي القائمة هاي اللعبة رح نشوف فيها بكل ثقة تسلل رائع رح نشوف فيها قتال برضو جميل جدا إذا انت حابب هاي اللعبة بتسمحلك إنك انت تلعب بالطريقة اللي انت شايفة مناسبة حابب تتسلل من أول الخليطة لآخرها بتقدر تعمل هيك حابب إنك انت تموت الكل من أولها لآخرها برضو بتقدر تعمل هيك انت برضو حبيت الجزء الثاني بتقدر تلاقي ديس أنرد الجزء الأول بي السباشل والديفينيتف اديشن تبعوا بالإضافة إلى نحكي اللعبة الصغيرة كانت نازل نوعا ما سبينوف من هذا العالم اللي اسمها ديث أوف دا أوتسايدر برضو هاي رح تعطيك لسه كمان إضافة إذا انت يعني فعليا لسه بدك مزيد من الألعاب رح تشوف في هدولا الثلاث ألعاب صراحة متعة خيالية هدول هم الخمسة وعشرين لعبة اللي أنا بعتقد من خلال رأيي المتواضع انهم أفضل ألعاب اللي موجودين من خلال خدمة الجيم باس مبدئيا إذا عجبك الفيديو بتمنى أنك تضغط على زر اللايك حط لي في الكومنس هل انت بتشاركني في رأيي من خلال هدول الألعاب اللي موجودين على هاي القايمة وإذا انت ممكن تخالفني أو إذا انت شايف في ألعاب تانية تستحق أنها تكون على هاي القايمة ياريت تشاركني فيها في الكومنس فإذا كنت مشاهد جديد لأول مرة بتوصل لقناتي بتمنى تضغط على زر الاشتراك لمزيد من المحتوى أهلا وسهلا فيكم نشوفكم بفيديو ومحتوى آخر بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم